رياضيا يستضيف المنتخب الوطني في التسعة والنصف من مساء اليوم نظيره أسنغالي على استدى القهرة في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ويسعى منتخب الفارعنة لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة لوضع قدم في المنديال قبل مباراة الإياب على ملعب أوليمفي بالعاصمة السنغالية داكار هذا وتمثل المباراة فرصة للمتحب المصري لتعويض خسارته في نهاي بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلة الترجيح تتجب أنظار عشاق ساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف المواجهة المصرية للمنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي في ذهاب الجولة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يسعى منتخب الفارعنة لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة قبل مباراة الإياب على ملعب أوليمفي بالعاصمة السنغالية داكار حيث يأمل الجيل الحالي للفارعنة في تسجيل اسمه في التاريخ الذهبي من خلال التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني هذا وتمثل المباراة فرصة للثأ بالنسبة للمنتخب المصري لتعويض خسرة نهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل شهر أمام السنغال بركلات الترجيح ويتوقع أن تملى الجماهير المصرية مدرجات استاذ القاهرة وذلك بعد إعلان نفادي جميع التذاكر المخصصة لحضور اللقاء وكان عددها ستين ألف تذكرة ويفتقد المنتخب الوطني لجهود عدد من لاعبيه في مواجهة السنغال على رأسهم أحمد حجازي الذي أصيب بتمزق في أوطار العضلة الضامة خلال مواجهة المغرب بربع نهاء كأس الأمم الأفريقية بينما يغيب أكرم توفيق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء نيجيريا بافتتاح مواجهات الفراعينة في أمم أفريقيا كذلك يغيب رمضان صبحي لاعب بيراميدز الذي أصيب بتجمع دموي حول الركبة خلال الفترة الماضية هذا وشهدت قائمة الفراعينة وجوها جديدة لم تشارك في بطولة أفريقيا الماضية وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر لاعبي بيراميدز ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي